بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام تحدثنا في حلقة ماضية عن أذكار السجود وقلنا إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار متنوعة في السجود وأنه يستحب للمصلي أن يجمع بينها في سجوده وأن قوله سبحان ربي الأعلى مستحب عند الجمهور واجب عند الحنابلة وأن الأدلة قد دلت على الأمر به ولذلك لا يتركه المسلم أبدا في سجوده ولو مره سبحان ربي الأعلى وأن من السنة الإجتهاد في السجود بالدعاء رجاء الإجابة وأنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ في الركوع والسجود شيئا من القرآن إلا إذا قصد بذلك الدعاء يعني يمكن أن يأتي بآية على سبيل الدعاء أو بجزء من آية على سبيل الدعاء كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتكلمنا عن الجلسة بين السجدتين وأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به وأن هذا الجلوس يكون بمقدار الركوع والسجود في الطول أو قريبا منه وأن المصلي في هذا الجلوس يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتين وتكون أصابع اليدين مضمومة ومتجهة إلى القبلة وكيف يكون حال هذا الجلوس الجلسة هذه الجلسة بين السجدتين ما هي صفتها ما هي صفة الجلوس في الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن إذن في كلام المصنف رحمه الله بيان كيفية الجلوس في الصلاة سواء كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير الذي ورد في السنة هيئتان للجلوس في الصلاة الافتراش والتورك فما هي صفة الافتراش ومتى يكون صفة الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بوركه عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة ويدل على سنية هذا الجلوس ما رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وعن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يعني في الصلاة اطمأن على فخذه اليسرى اطمأن على فخذه اليسرى فإذا استند أو تحامل يكون الأكثر الاستناد على الفخذ اليسرى رواه مسلم وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنية اليسرى فالافتراش في الجلوس سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الملاحظ أن كثيرا من المصلين يفترشون أقدامهم اليسرى فعلا ويقعدون عليها ولكنهم لا ينصبون أقدامهم اليمنى وإن نصبوها لا يوجهون أطراف أصابعها إلى القبلة وهذا خلاف السنة طبعا بعض الناس قد لا يستطيع وهذا أمر آخر يعني لو واحد قال أنا يشق علي جدا نصب اليمنى ويشق علي جدا أو لا أستطيع أن أثني الأصابع إلى القبلة نقول الصلاة صحيحة طبعا حتى لو ما فعلت ذلك لكن احرص عليها لأنها سنة احرص عليها ولو شق ذلك عليك جدا وصرت تتألم أخرجعك عن الخشوع فلا مانع أن تضع اليمنى بأي شكل إن كان يعني مما يريحك ولكن إذا عرفت السنة ستحرص عليها وقد روى النساء رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرة هذا حديث صحيح طيب الآن عرفنا ما هو الافتراش كيفية الافتراش نعود إلى الصورة نعود إلى صورة الافتراش نلاحظ اليسرة قد أضجعها وجلس عليها وأن الاتكاع على الفخذ الأيمن الآن الأغلب وأنه قد نصب القدم اليمنى وثنى أصابعها إلى القبلة وسنعرف أين سيضع كفيه وأنه يبسطهما على فخذيه ونأتي الآن إلى الجلسة الثانية وهي التورك ما هي صفة التورك؟ أن تفرش الرجل اليسرة وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى تفرش الرجل اليسرى وتخرج الرجل القدم اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى من تحت الفخذ الأيمن وتجلس على المقعدة وتكون الرجل اليمنى منصوبة باتجاه القبلة ونأتي إلى الصورة سنلاحظ أنه افترش اليسرى أخرجها القدم اليسرى من تحت ساق وفخذ اليمنى أخرجها القدم اليسرى بعدما افترشها فرشها على الأرض أخرجها من تحت ساق اليمنى والفخذ الأيمن ونصب القدم اليمنى وثنى أصابعها إلى القبلة ماذا تسمى هذه الجلسة تسمى التورك أي الجلستين برأيكم تأخذ مساحة أكبر الجواب التورك بطبيعة الحال ولذلك نؤكد على أن المصلي لا يؤذي من بجانبيه عند التورك يعني لو كان الصف ضيقا جدا قد أحيانا إذا كان إذا كان كبير البنية عظيم البنية قد يعني يفترش لألا يضايق بالتورك فإذا ينبغي عند تطبيق هذه السنن مراعاة عدم التضييق على المصلين فإذا كان المكان ضيقا فتفويت السنة أهوا من الإيذاء يعني لو قال واحد أنا لو طبقت هذه سوف أؤذي سوف أؤذي من بجانبيه المكان ضيق وقد حشرا مصلون أنفسهم حشرا في الصف نقول مسألة إن شاء الله هنا هنا سهلة والراجح فيها أنه لأجل عدم الإيذاء يفترش ولو كانت السنة تورك طيب نأتي إلى الأصل والسنة متى يفترش المصلي ومتى يتورك باختصار باختصار كل الجلسات في الصلاة افتراش إلا التشهد الأخير باختصار كل جلسات الصلاة افتراش إلا التشهد الأخير يعني لو واحد قال أنا جئت في صلاة المغرب في التشهد الأول للإمام أنا جئت في صلاة المغرب في التشهد الأول للإمام كم جلس عندي في الصلاة كم جلس عندي في الصلاة هاي يا أخوان كم جلس عنده في الصلاة صححوني إذا أخطأت عنده سبع جلسات في الصلاة سبعة نعد جلسة التشهد التي أدركها مع الإمام وهي جلسة التشهد الأول للإمام هذا المأموم الآن دخل جلس قام الركع الأولى بنسبة له والثالثة للإمام عنده جلسة بين السجدتين هذه رقم ثنين عنده جلسة التشهد الأخير تبع الإمام هذه رقم ثلاثة سيقوم هو للركع الثانية تبعه هو بعد سلام الإمام وفيها جلسة بين السجدتين هذه أربعة ثم سيجلس للتشهد بعد الركع الثانية له هو هذه خمسة ثم سيقوم إلى الركع الثالثة وفيها جلسة بين السجدتين هذه ستة ثم سيجلس للتشهد الأخير هذا سبعة هذا الرجل المأموم الذي جاء إلى صلاة المغرب والإمام في التشهد الأول عنده سبع جلسات في الصلاة سبع جلسات في الصلاة طيب إيش هي السبع جلسات هذه افتراش ولا تورك كلها افتراش إلا التشهد الأخير تورك فالصلاة التي فيها تشهدان فصاعدا الأخير الأخير منها تورك فقط والباقي كل افتراش هذا الراجح إن شاء الله فإذا الجلسة بين السجدتين السنة فيها الافتراش ويدل على ذلك ما جاء في حديث المسيء المسيء لصلاته قال إذا سجدته فمكن لسجودك فإذا رفعته فاقعد على فخذك اليسرى حديث صحيح رواءه داود قال إذا سجدت فامكن لسجودك فإذا رفعته فاقعد لهذه الجلسة من السجدتين قال فاقعد على فخذك اليسرى وروا مسلم عن عائشة قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحييته تحيات لله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى متى في جلسة التحيات بعد الركعتين افتراش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى إذا خلصنا بأن الجلسة بين السجدتين افتراش والتشهد الأول افتراش طيب هذا الافتراش كما عرفنا الجلوس على القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى وتوجيه أصابع القدم اليمنى إلى القبلة والتورك عرفنا صفته أيضا هذا الافتراش يقول عنه من قيم رحمه الله ولم يرد عنه في هذه الجلسة يعني التشهد غير هذه الصفة الأول تشهد الأول الثاني التشهد الأخير كيف تكون الجلسة فيه عندنا حديث أبي حميد الساعد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف التشهد الأول قال فإذا جلس في الركعتين اللي هو التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى رواه البخاري طيب والتشهد الأخير حديث أبي حميد الساعد رواه البخاري قاله فإذا جلس في الركعتين تشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة وهذه كلمة الآخرة مهمة وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وهذا هو التورك طيب سيقول قائل ما تقولون في صلاة الفجر ما فيها إلا تشهد واحد هو الأول وهو الأخير لو قال قائل ما تقولون في صلاة الفجر ما فيها إلا تشهد واحد هو الأول وهو الأخير ما تقولون في صلاة الجمعة ما فيها إلا تشهد واحد هو الأول وهو الأخير السنن الرواتب الركعتان نقول طيب لو قال أيضا واحد وركعت الوتر ركعت الوتر ما فيها إلا جلسة واحدة أيضا هو الأول هو الأخير هل السنة فيها التورك أم الافتراش طبعا صار في نقاش بين أهل العلم في المسألة والأقرب أن السنة في هذا الجلوس الافتراش وأن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهداني في الأخير منهما تورك لو كان في أكثر من تشهدين كما عرفنا في من جاء في الركعة في التشهد الأول للإمام في صلاة المغرب هذا عنده أربع تشهدات كلها افتراش إلا الأخير وبالتالي صلاة الفجر وصلاة الجمعة وركعة الوتر افتراش اختار هذا القول من قيم رحمه الله في الزاد ومن المعاصرين الشيخ عبد عيس بازر رحمه الله اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني يقول من قيم رحمه الله لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير وحتى الشيخ السعدي رحمه الله المصدف قال في كتاب نور البصائر وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان طبعا أو أكثر فإنه يتورك يعني في الأخير طيب سؤال هل المرأة تختلف عن الرجل هل المرأة تتورك طبعا سبب طرح السؤال أنه يعني هل المرأة تتعرض لشيء من الانكشاف إذا توركت هل المرأة سبيلها الجمع والضب إذا صلت تجمع حالها وتضم حالها وبالتالي لا تتورك الجواب الجواب إن الأصل أن النساك الرجال وإذا ما ورى الدليل على التفريق بين الرجل والمرأة فهما سواء فهما سواء فإذا المرأة تتورك إذا كان تنكشف يخرج منها شيء مثلا الساق مثلا فرضنا فلا تتورك لا لأن لها حكم خاص يختلف عن الرجل ولكن لأن تخشى من انكشاف شيء أما لو كان لباسها لو جلست توركا لا ينحسر ولا ينكشف تتورك مثل الرجل بهذا أيها الأخوة الأخوات نقول قد وضحنا أشياء تتعلق بالجلسة في الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته